ترجمة نانسي قنقر التواجه الرئيسي للبرنامج إلى عدة أقسام شريط القوائم يمكننا في شريط القوائم التحكم بجميع خصائص البرنامج مثل فتح مشروع جديد إضافة مؤثرات للمشروع تحرير المشروع وغيرها شريط الأدوات يحتوي على عدة أدوات تمكنك من التعديل على الصور والتصاميم مثل أدوات التحديد أدوات القطع أدوات الرسم وغيرها خيارات الأدوات عند النقر على أداء في شريط الأدوات سوف يظهر شريط خيارات الأداء وكل أداء لها خياراتها الخاصة النوافذ تحتوي على العديد من الخصائص التي تساعدنا في التحكم بمحتويات الصصاميم والصور مثل نافذة كالر لإدراج الصيغة اللونية وأرقامها واختيار اللون الذي نريده بالتحديد نافذة هستوري من خلال هذه النافذة نستطيع التراجع عن الخطوات التي قمنا بها على التصميم أو الصورة نافذة كاركتر للتحكم بالنصوص المدرجة على الصورة الطبقات لايرس فأدوات الطبقات هو للتعديل على الصورة أو التصميم وتحريكها فإذا كان هناك أكثر من صورة في نفس الطبقة لا يمكننا تحريك الصورة أو التعديل عليها أما إذا كانت كل صورة في طبقة مختلفة فسوف يمكننا التعديل عليها وتحريكها لإضافة طبقة جديدة نذهب إلى شريط القوائم نختار لاير ثم نيو ثم لاير منطقة العمل منطقة العمل تمكننا من معينة آخر التطورات في المشروع ترجمة نانسي قنقر